صلى نيافت الحبر الجليل الأنباء غبيوس أسقف ورئيس دير الأنباء بشوي الجديد مساء الثلاثاء الماضي صلوات العشية. وأثناء الصلاة تم تطيب جسد مثلث أتوبة والرحمات قدسة البابا شنود الثالث في مزاره بواد نطرون. حيث شارك في التطيب عدد من الرهبان. وأصلا نيافته صباح يوم الأربعاء القدس الإلهي في الذكرى التاسعة لرحيل مثلث أتوبة والرحمات قدسة البابا شنود الثالث. نتابع. طيبا نيافة الحبر الجليل الأنباء غبيوس أسقف ورئيس دير الأنباء بشوي العامر بواد نطرون ومجمع رهبان الدير. مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من مارس جسد قدسة البابا المعظم المتننيح البابا شنود الثالث. البطريارك رقم 117 من داخل مزاره وسط فرحة الأباء الرهبان طالبين شفاعته. علمنا الالتزام لأنه لما البابا يعني يبقى ملتزم بقانونه القانون هو المزامير بتاعته ويحضر معانا الأدسات والتسبحة والغروب والعشية ويقول لنا محاضرات يوميا في الطبونة يقعد على الأرض. مشاكل فيها خالص في أي مكان كان بيحفر مع العمال بنفسه ويزرع الشتلات بتاعت الزيتون وبتاعت البرتقان. بنتعلم منه الحياة التواضع والمحبة والانتماء. فكان بيحب الدير الحياة جدا. وأحيى الدير قدسة الذكرى السنوية للبطريارك المتنيح صباح الأربعاء بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة وبمشاركة عدد كبير من زوار الدير. البابا شنودة يعني ما فيش كلامي وسهوه بصراحة يعني من الناس اللي مش هتتكرر تاني أو مش هتكرر كتير. أنا أبسوك جدا لأنا جيت وشفت المزار وشفت البابا شنودة. أنا كل سنة تقريبا لازم أن أجل أبص على البابا شنودة وسلم عليه. بحب البابا شنودة لأنه هو شفيعي وكنت واخده في صلاتي دايما وبتشفع به وهو عمل معي معجزة قبل كده. وحبتها أجل أزوره أخذ بركته. من أجل شاك البابا شنودة بأموت في البابا شنودة لازم كل عيد أجل أزور الدير هنا وكده. ومش ما أروح في حتة غير الجاسد. أنا لف ألف وارجي على الجاسد تاني. كل خمس دقائق أرجي على الجاسد مش عارف لي. حتى يوم الناحة أنا زعلت موت. يعني كت مؤثر جدا جدا. مع أن أنا ما شفتهش هو عايش محضروت ما شفت ما رحتلوش الكدرية وشفت. بس سمحت بعد ما تنيع حاجة غريبة حصدتني. أحشك حاجة سمع البابا شنودة. امتلأ مزار البابا شنودة الثالث بالزوار من كافة المحافظات. ومعظمهم يحرز سنويا على زيارة الدير وأخذ بركة صاحب هذا الجسد في السابع عشر من مارس. حبا فيه وتشفعا به. تسع سنوات مرت على نياحة معلم الأجيال. البابا شنودة الثالث الذي علمنا الأمانة حتى اللحظة الأخيرة. أكثر من أربعين عاما قضاها البطريار كرقم 117 على كرسي القديس ماري ماركوس الرسول. قصة طفل وراهب وأسقف تعليم وبطريارك تذكرنا دائما أن ربنا موجود وكله للخير ومسرها تنتهي. من مزار البابا شنودة الثالث بديل الأنبابي شوي العامر بوادي النطرون فريد إدوار سي تي في.